قدام حضراتك اهو قدام حضراتك اهو فاحنا بنتكلم والناس لازم تبقى الترتبات والاجراءات ادي العمل شغال ادي قدام حضراتكو لسه بنقولها وقدامكو الناس شغالة اهو بنحييهم وبنقولهم كل سنة وانتو طيبين تسلم اياديكو ربنا يحفظكو يا رب واحنا معاكو على الهوى الناس شغالة لسه بقول لحضراتكو الصبح انا شفت وانا جاي الناس فاحنا ما بنقولش حاجة وخلاص لا الناس بتعمل رغم الاجازة شكرا ليكو لانه عندهم انجازات عندهم مشروعات عندهم خطوط كبلاد بيمدوها او بيجهزوها او اسلاك معينة زي ما احنا شايفين كده قدام حضراتكو ناس تعمل ومشكركم شكرا جزيلا كل ناس بتشتغل لانه النهاردة كمان زي ما بقول كان وارد جدا الناس تبقى كلها في البيوت ولكن اللي بيشتغل عنده عمل عمالة بتشتغل دي الايادي سواعد المصريين دول اللي بيشتغلوا دول اللي بيبنوا انجازات كبيرة بتتم ادي قدام حضراتكو الخطوط في منطقة الجيزة شغالين واحنا ده لقطات على فكرة ده على الهوى مش مسجل على الهوى يعني احنا بنعرض لقطات دي على الهوى والناس بتشتغل دلوقتي على الهوى وانا عشان كده قلت انه مهم كمان ناس قاعدة في البيت بنقولهم شكرا ناس بتشتغل بنقولهم متشكرين ماخدوش اجازة قاعدين بيشتغلوا عشان فيه توقيتات لهذا لهذه العمليات والمشروعات تخلص الطرق دي لازم تخلص ادي الكبر اللي كنت بكلم حضراتكو عليه على الهوى ايضا اهو قدام حضراتكو على النيل الكبر اللي هو يبقى يتعمل اتنين كبري اه زي ما قالنا سيدة الوزير كامل وزير من اه في احدى المداخلات ان احنا بنعمل كبرين جداد بيعدوا على النيل عشان هذه المنطقة ادي العمالة شغالة والعمال شغالين بحييهم بشكرهم بنقول لهم كل سنة وانتو طيبين